في ظل تواصل الارباك الامريكي بعد توقف جزئي للمؤسسات الحكومية الفيدرالية ألغى الرئيس باراك أوباما زيارة لماليزيا والفلبين من جولته في أربع دول أسيوية وأعلن البيت الأبيض أنه سيستمر في تقييم إمكانية زيارة أوباما لأندونيسيا وبروناي في اليوم الثاني للإغلاق الجزئي للأجهزة الحكومية في واشنطن فتحت الأسهم الأمريكية منخفذة وهو ما يزيد القلق بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية في وقت قريب وألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة إلى ماليزيا والفلبين من جولته في أربع دول أسيوية بسبب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية بعد أن أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات للأمريكيين بينما لا يزال مصير بقية الجولة مجهولا وكان من المقرر أن يزور أوباما ماليزيا والفلبين ضمن جولة في جنوب شرق آسيا للمشاركة في قمة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي في جزيرة باليا الأندونيسية وأعلن البيت الأبيض أنه سيستمر في تقييم إمكانية زيارة أوباما لأندونيسيا وبروناي استنادا إلى تطورات الوضع خلال الأسبوع مشيرا إلى أن أوباما سيوفد وزير خارجيته جون كيري عوضا عنه وتأتي هذه التطورات فيما أغلقت العديد من المؤسسات التابعة للحكومة الأمريكية أبوابها كما تم تسريح مئات الألاف من الموظفين الحكوميين واجهت هذه الإجراءات نتيجة لإخفاق أعضاء الكونغرس من الجمهورين والديمقراطيين في التوصل إلى حل توفقي لتمرير ميزانية العام الحالي بسبب رفض الجمهوريين المصادقة على تمويل برنامج الرعاية الصحية من ناحيته حث أوباما الكونغرس على التمرير الميزانية وإنهاء إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية محذرا من أنه لن يتفاوض بشأن قانون الرعاية الصحية في الوقت نفسه أمر البيت الأبيض رؤساء الهيئة الأمريكية بتنفيذ خطط إغلاق منظم للمؤسسات الحكومية وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جاكوب لو أنه لا يوجد أمام الكونغرس الوقت الإضافي للتحرك وبعد السابع عشر من أكتوبر ستنتهي الإجراءات الاستثنائية التي لجأت إليه الحكومة الأمريكية وسيبقى مبلغ أقل مما تنفيقه وزارة الخزانة في يوم واحد وحث الوزير البرلمانيين على التحرك فورا وحذر وزير الخزانة الأمريكي من أنه في حال أنفقت الوزارة 30 مليار دولار المتبقية لها فسوف يصبح من المستحيل على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المالية للمرة الأولى في تاريخها